مرحب بكم مرة تانية وخلينا بقى النوح دولة تنتابع أخبار النادي الأهلي وفرق المختلفة والعنشطة كمان ومعنا مرسلنا العزيز ناك محمد توفيق من مقر النادي الأهلي بالجزيرة هقول توفيق عادي بقى وفي توفيق توفيق صباح الخير وصباح النصر عليك وقلنا كده الأجواء الأول عندك عاملة إزاي لما دخلت النادي الناس اللي كانت موجودة يعني في الصباح الباكر أخبارهم إيه شعداء ولا لأ إنقلنا حالة التقس عندك الحالة المرورية في محور النادي وأكيد أخبار النادي الأهلي تفضل يا توفيق صباح الخير يا نهواند صباح الخير يا كريم صباح شريف على كل الأهلوية المنتصرين والفرحانين والناس اللي مكشرة وعلى الصبح أفشا مناش دعوة بيهم أجواء أكثر من رائعة داخل النادي الأهلي منذ أمس والفوز العريض للنادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على مصر المقصة يمكن الفرحة اللي عمت كل الفروع والتجمع الكبير اللي كان موجود من الأعضاء مش بس عشان نتيجة والفوز الكبير لكن عشان الأداء علشان الجمل التكتكية اللي تنفذت خلال المباراة علشان اطمأنوا على فريقهم بشكل كبير قبل مباراة مهمة في دور النهائي من دوري أبطال أفريقيا يمكن الأجواء بقى النهاردة استمرارا لحالة الفرحة على كبير جدا من الأعضاء توفد على فرع النادي الأهلي هنا الرئيسي بالجزيرة وده ساعد فيه ممكن درجة الحرارة المعتدرة ونسبة الرطوبة المنخفضة وكمان حالة السيورة المرارية الكبيرة خارج أسوار النادي الأهلي خلنا نبدأ بقى أخبارنا وطبعا نبدأ بأبطال أفريقيا الفريق الأول لقراطة القلم بالنادي الأهلي طبعا زي ما قلنا وذكرنا في البداية فوز كبير على مصر المقصة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد يمكن كمان مستر المسيماني منح اللاعبين من راحة يعني زي ما قلت ده هيبقى الخط الفاصل والمقارة الليها ان شاء الله السبت المقبل بالمغرب يمكن الفريق ان شاء الله هيتجمع غدا صباحا ويبقى تدريب صباحي ومن بعد كده هتناول الفريق وجبة الغداء هنا داخل النادي الأهلي قبل أن يتوجه إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة اللي هتنقله لدولة المغرب الشقيقة ان شاء الله كل التوفيق ودعوات المصريين والأهلوية بشكل خاص للنادي الأهلي والتتويج بالنجمة العشرة كمان يمكن فرحته الجماهيري هنا زي ما قلنا في البداية داخل النادي الأهلي كانت لمحمد شريف بشكل كبير جدا اللي حقق انبارح هاتريك ويوصل لهدف الخمستاشر وتقاسم صدارة هدف الدور المصري مع لعب النادي الأهلي أيضا المعارق لسراميكا كلوباترا أحمد ياسر ريان مكملين في أخبارنا وقطاع الناشئين بالنادي الأهلي واللي مبارح يمكن بدأ استعداداته للموسم المقبل تحت قيادة كابتن خابيب والمدير الرئيس قطاع الناشئين والمدير الفني التشيكي مايكل بروكش المدير الفني للقطاع ويمكن الفريق زي مايقول فرق المختلفة لقطاع الناشئين بدأت بشكل أكثر مرة نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله خلال الموسم المقبل نروح لأخبار فرقنا الأخرى والبداية مع كرة اليد ويمكن فريق كرة اليد رجال وسيدات بدأوا استعداداتهم ومواصلين في استعداداتهم للموسم المقبل وفي يعني صياق متصل منتخب مصر كرة اليد اختتم بالأمس استعداداته لدورة توكيو الأولمبية بالمباراة الأخيرة أمام ألمانيا واللي كانت في الدارة الودية اللي أقيمت في ألمانيا مؤخرة يمكن متخب مصر هزن بنتيجة 27 مقابل 29 ولكن المباراة شهر التقلق أكثر من رائع للاعب الدائرة أحمد عاد اللاعب فريق النادي الأهلي واللي تمكن من إحراس خمسة أهداف مع إنه شارك فقط في الشوت التاني من أخبار رياضاتنا الأخرى كمان كرة السلة يمكن اتحاد كرة السلة أعلن بالأمس عن بدء دور المرتبط في منتصف ستمبر والجادير بالذكر من دور المرتبط النادي الأهلي هو حامل اللقب إن شاء الله تكون أولى بطولات النادي الأهلي في الموسم الجديد ويكون معهم التوفيق وتواجه بيهم وفيه سياق متصل أيضا منتخب سيدات كرة السلة واللي فيه أربعة من نجمات النادي الأهلي نادين السلعاوي سوريا محمد رانيم الجداوي يعني ممكن الفريق إن شاء الله النهاردة ضربة البداية في التصفيات الإفراقية اللي بتقوم في رواندا وهتكون البداية في السالسة عصرا أمام منتخب جنوب السودان بدأت منهم التوفيق إن شاء الله ويحققه نتائج أكثر من رائع وكمان من أخبارنا وفي كرة الطائرة مجلس إدارة النادي الأهلي بوافق بعد أخذ رأي المدير الفني ميدوم صلحي المدير الفني لفريق الطائرة على احتراف يوسف حمدي الصافي ناجل الكابتن حمدي الصافي لمدة موسمين على سبيل الأعارة للعب في الدوري الفرنسي كمان النادي الأهلي ممكن في ألعابه المختلفة بيواصل يعني زي ما بيقول التدعيم الصفوف عشان يبقى البداية قوية إن شاء الله في الموسم المقبل في إطار سياسة مجلس إدارة بتدعيم كل الفرق الرياضية كابتن رقوف عبدالقادر بيعلن بالأمس عن تعاقد النادي الأهلي في لعبة كرة الماء مع السنائي مروان رضا حارس المرمى وتوني بيتر يمكن مروان رضا قادم من نادي الزمالك وتوني بيتر قادم من صفوف هليوبلس ودي يعتبر يعني الصفقة الرابعة بعد تدعيم الفريق منذ الأسبوع الماضي بي عبدالرحمن فوزي وكريم أبو دقود يعني يمكن الفريق كمان الرباعي الجديد شارك في بداية الاستعدادات للموسم القادم إن شاء الله واللي انطلقت بالأمس هنا في مقر الرئيسي النادي الأهلي بالجزيرة ذكرت أجواءنا وأخبارنا هنا من داخل النادي الأهلي الآن أترك الميكروفون ونضم لصفوف المشاهدين للاستمتاع بقية فكرات عشرة صبح في الأهلي الكلمة لكم شكرا جدا زميلنا العزيز والمتميز حقيقة محمد توفي على هذه التخطير شكرا لك